السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أخوكم محمد بلوشي من قناة المستغل احنا طبعا في البداية تكلمنا عن engage y cloud وشنون ممكن انقل المعلومات من التلفون السمارتفون الى engage y cloud هالمرة راح نشوف كيفية نقل المعلومات من الكمبيوتر سواء كان ماك او كان ويندوز الى engage y cloud فتعالوا خلنا نشوف نروح الى البراوزر والip address اللي هو 10.10.10.254 enter لان انا كنت شابه من قبل فاليوزرنام باسورد مسيب لكن اذا كان اول مرة فطبعا راح نختار admin admin ممكن انغير الباسورد كذلك عن طريق السيستم فعندنا هنا تغيير اليوزرنام والباسورد واسم الجهاز وعندنا security اذا حبيت اشبكه على الواي فاي اذا كان dsl عندي واخلي جهازي واي فاي فبامكان يحط واي فاي الباسورد او لا عندنا اسم network كذلك وعندنا status حالة الجهاز اذا يحتاج اي update واسم الجهاز والتاريخ والساعة والامور هذي عندنا اهم شي explorer المكان اللي ممكن اختار الملف ممكن اه سوي transfer ممكن امسح ملف فكله عن طريق الاكسبلورر فتعالوا خنشوف في ال sda folder اللي هو folder اساسي في الجهاز وعندي هنا مثل ما انتم شايفين folder اسمه future وفولدر اسمه testing اه تعالوا خنشوف انسوي folder جديد ونسميه على سبيل مثال اه fc c هذا اسم الملف وهذا المكان طبعا هو engage الحين انا قاعد اسيف folder في الجهاز engage y cloud ونفتح الفولدر وراح نضيف عليه ملف انقل folder select file شنو تبي تنقله به مثلا بانقل الملف هذا htc1m9 اقول له open وبالتالي اقول upload اضغط upload فمثل ما انتم شايفين الكرسر قاعد يتحرك المؤشر هذا طبعا قاعد يسوي copy من الكمبيوتر الى engage y cloud على هو فهكذا السهل استخدام engage y cloud اه اتمنى عجبكم هذا الفيديو وبنفس الوقت لا تنسون تسوين subscribe في القناة المستقبل اذا عندكم اي comments ممكن تحطونا تحد خلكم معانا في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة